قال الرئيس عبد الفتاح سيسي أن حكم التاريخ وقواعد الجغرافية صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصرية ما جعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية وفي كلمته خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية شدد رئيس سيسي على أن مصر لم تغدل الأمة العربية ولن تغدلها أبدا شعب مصر العظيم وجه حديثي إليكم وإلى كل شعوب الأرض بكلمات واضحة وعبارات لا تحتمل تأويلا إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافية قد صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري ما جعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات بازلة كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع حين كانت الحرب فكنا مقاتلين وكان السلام فكنا له مبادرين لم نخزل أمتنا العربية ولن نخزلها أبدا ترجمة نانسي قنقر